متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة الفيديو ده معلومة مهمة لكل شخص عايز يستخدم جي بي تي فايف ولسه ما ظهرش عنده على التطبيق يعني ما بقاش فيه update للتطبيق لسه من الستور أو حتى اللي بيستخدمه عن لابتوب أو الديسكتوب اللي هو الويب أب وما ظهرش أيضا عنده جي بي تي فايف وانا واحدة من الناس اللي لسه ما ظهرش عندها لو عايز تجربه وتستخدمه بشكل مجاني تقدر ان انت تجربه على جين سبارك اي اي جين سبارك اي اي اعلنت ان انت دلوقتي تقدر تستخدم فور فري جي بي تي فايف ولكنه طبعا محدود وليمتد فيه الخطة المجانية اما طبعا فيه الخطة المدفوعة فبيقولك ان هو unlimited والجميل كمان ان الديب ري سيرش الموجود في جين سبارك باورد باي جي بي تي فايف يعني وانت بتعمل ديب ري سيرش فانت هتعمل ديب ري سيرش باستخدام جي بي تي فايف ازاي ممكن استخدم جي بي تي فايف داخل جين سبارك اي 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 هتبتدي ان انت تروح تدوس على new ومن new هتبتدي ان انت تختار الاي اي شات لما هتروح على الاي اي شات هتبص تلاقي النمازج كلها المتاحة داخل جين سبارك اي اي من هذه النمازج جي بي تي فايف و جي بي تي فايف برو جرب جي بي تي فايف وهنا هتقدر ان انت تفعل السيرش واب تعالوا كده نجرب ريكوست او طلب من خلال جي بي تي فايف ونشوف الاجابة بتاعته هتكون عاملة ازاي انا حولت بس الواجهة للون الدارك علشان يكون الكتابة بين اكتر انت ليك 200 نقطة لاحظ ان انت يعني هتستخدم الجي بي تي فايف وحتستخدم المتين نقطة المجانية مش منفصل عن المتين نقطة المجانية عشان تكون عارب برضو النقطة دي هنا انا حبتدي تدي له السؤال الخاص بتحليل تطور مجموعة علي بابا طبعا انا استخدمت السؤال ده مع نمازج كتير وعارفة الاجابة بيكون شكلها عامل ازاي هشوف هال جي بي تي فايف هيجاوب بطريقة مختلفة ولا لا او طبعا حيتناول الاسوات اناليسيس بتاعت مجموعة علي بابا المفروض ان هو هيحل تطور المجموعة ويتكلم عن الرؤية الاساسية للشركة عند التأسيس والمعالم الاستراتيجية وما الى ذلك وابتدي ادوس انتر طبعا هو thinking model موجود داخل جينسبارك اي 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 لان الthinking شغال زي ما احنا شايفين وطبعا في امكانية ان انت ترفع ملفات ده متاح ايضا داخل جينسبارك اي 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 هيبتدي هنا thinking وطبعا هيدور عبر الويب وبعد كده هنشوف النتيجة النهائية وتعالى نبص على طريقة عمل جي بي تي فايف زي ما احنا شايفين هتلاقي الطريقة مختلفة ونفس السؤال هتدي الجي بي تي فور اوه لسه حاليا موجود عندي على حسابي على شات جي بي تي عشان نجرب الفرق ما بين الاتنين مقدمة ورؤية تسيس اعطاني خط زمني لابرز المعالم الاستراتيجية ايضا بالنسبة لي الصفقات والاستحوازات الكبرى نموذج العمل اللي هي المنظومة ومنابع الاراضات ايضا بالنسبة لي SWOT Analysis والتنويع الى السحابة والترفيه الرقمي دروس قبل للتطبيق على شركات تسعة للتوسع العالمي تفصيل كبير جدا عن اي نموذج من قبل استخدمت معاه هذا السؤال وعطاني كمان Mind Map زي ما احنا شايفين واعتقد هنا ميزة المايند ماب دي موجودة داخل جينيس باركي اي نفسها انها بتعمل الاجابة يعني فولد ليها المايند ماب لو خدنا نفس السؤال وروحنا على GPT4O وعطيته نفس السؤال انا بس عايزة اوريك الفرق ما بين الاتنين في طريقة الاجابة اعطاني اجابة سريعة وكل حاجة معلم الاستراتيجية مكونات النموذج تحليل SWOT استراتيجيات التوسع دروس المستفادة والخلاصة وخلاص على كده لكن لو احنا بصينا لجينيس باركي اي اي او شات جي بي تي فايف بقى داخل جينيس باركي اي اي انا شايفة ان هو ممكن يكون ديب دايف اكتر في عملية البحث وفي الايجابة زي ما احنا شايفين والنمازج اللي هو عصيها وقليات الربح وكل دا في الاخر خالص حيكون مصحوب بي المايند ماب بس زي ما قلتلكم اعتقد ان دي خاصية موجودة داخل جينيس بارك اي 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 برضو ما اقدرش احكم بشكل كبير لازم اعود اقرأ جزء جزء ولكن انا بتكلم من الفرستلوك يعني الشكل كده الاولي وطبعا انتو يعني دايما بتفيدوني في التعليقات بقرأكم فارد تشاركوني قرأكم للمتاح عنده جي بي تي فايف او بعد ما تستخدم جي بي تي فايف داخل جينيس بارك اي اي استهلكت قد ايه استهلكت مية وخمسة نقطة يعني لسه كمان تاسك ممكن احنا نستخدمه داخل جينيس بارك اي 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 تعال نجرب حاجة تانية هجرب الجي بي تي فايف برو اتمنى يكون شغال هبتدي اقديره التاسك هنا التاسك انا عايزة ايعمل لي فولي فانكشنال اند فيجولي بلايابل بيانو كيبورد باستخدام ال HTML و CSS والجاباسكريبت يعمل لي بيانو كيبورد وحبتدي ان انا ادوس انتر ويحط لي كل الكود في وتعالى كده على ما يخلص نشوف الفرق ما بين جي بي تي فايف و جي بي تي فايف برو الاعتقد ان جي بي تي فايف برو حيكون متاح فقط ليشتركين في الخطة البرو وهو الاكثر احترافيا بينما جي بي تي فايف هو النسخة الاساسية فاعتقد ان جي بي تي فايف برو معرفش هيكمل معانا بالمئة نقطة بتوع جي بي تي فايف برو ولا لا بس لو فعلا قدرنا نعمل تسك يومي باستخدام جي بي تي فايف برو حتكون ميزة تنفسية قوية جدا لجين سبارك انها بتتحلك استخدام جي بي تي فايف برو داخل جين سبارك يا اي لان انا عشان استخدمه من خلال شات جي بي تي لازم اكون في النسخة البرو فذي حتبقى حاجة رائعة جدا دلوقتي هو بيكتب الكود صحيح بياخد شوية وقت ولكن زي ما انتم عارفين دايما بقول ان السرعة ممكن ما تهمناش قوي او ما تهمش اغلبيتنا احنا بنا معايزين في الاخر خالص نحصل على النتيجة لكن في بعض الاشخاص طبعا السرعة بتهمها تم الانتهاء من كتابة الكود وطبعا بيديك في الاخر ازاي بتشغله انا حاخد الكود كوبي وحروح اشوف تنفيذه على اله تي ام ال اونلاين فيور هل في كوبي هنا انا مش شايفة في كوبي ايكون ولكن انا حاخده كده كوبي ونروح لي اتش تي ام ال اونلاين فيور ونبتدي نشوف الكود في الكود تنفيذه tab or press any key to start audio بصوا الجميل بصوا التنفيذ طبعا الصوت رائع اعطاني professional keyboard رائعة تقدر تتحكم كمان في ال volume في ال decay في حاجات انا مش فهميها طبعا لان انا مش متخصصة و ال wave form تقدر تختار من drop down list داخل ال يعني ال wave form حاجة فيه منتهى الجمال حاجة رائعة جدا 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 تنفيذ GPT 5 pro ممتاز زي ما احنا شايفين و انا مبسوطة جدا ان احنا يعني قطح لنا الفرصة ان احنا نجرب GPT 5 pro و اتمنى انت كمان تجرب وتقول لي رأيك ايه في التعليقات و ده كمعا ابليكيشن بسيط اعتقد ان في الابليكيشن زي المعقدة حيكون GPT 5 pro اكثر من ممتاز والجميل الناس تخدمت GPT 5 pro داخل جيني سبار كي ايه بشكل مجاني يوميا حاجة فيه منتهى الجميل هنقف لحد كده خلصت 200 نقطة داخل جيني سبار كي ايه اتمنى قريبا يكون متاح GPT 5 و نستخدمه من خلال المنصة الاساسية لشركة OpenAI اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة Infotech4You بحاول اقدم لكم كل جديد و مفيد فاريت منسوش تدعمونا باللايك والشير والكومنت لو كنتم من متابعينا الاعزاء ولو كنتم بتشوفنا لأول مرة منساش تعمل سابسكرايب لقناة و اتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته